هذا وأضاف القائم بأعمال المنطقة العسكرية السادسة لواء ركن أمين الوائلي في تصريحه اليمن شباب القول أمامنا مراحل كثيرة حتى نطهر اليمن بأكمله ولا يبقى أمامي على الإطلاق وحتى تعود الجمهورية بأكملها لدينا مراحل كثيرة حتى نصل صنعا حتى نطهر اليمن بأكمله لا يبقى إمامي على الإطلاق ولا يبقى واحد يدنس البلاد على الإطلاق فالجمهورية اليمنية طاهرة والجمهورية اليمنية لا يمكن تنتقس من روبتها من دينها من إخلاقها من كل ما تملك من القيم ولذلك نطهرهم حتى تعود القيم للجمهورية اليمنية بأكمله ترجمة نانسي قنقر